اشتركوا في القناة من أربعة إلى خمس ملعق طعام بودرة الكاكاو طريقة التحضير نخفق الزبدة حتى تصبح لينة ثم نضيف السكر والفانيلا والملح ونتابع الخفق حتى تمام الامتزاج نضيف صفار البيض الواحدة والأخرى ونخفق حتى الامتزاج ننخلط طحين فوق المكونات ونخلط باستخدام ملعق بلاستيكية نخلط حتى تتشكل لدينا كرة عجين ثم ننقلها إلى سطح العمل وندلكها براحة اليد من 2 إلى 3 مرات حتى تصبح نعمة الملمس نقسم العجين إلى نصفين ثم نصنع النصف الأول بشكل كرة ونغلفه بورق نايلون غذائي وندعه في البرات نبدأ بإضافة بودرة الكاكاو إلى نصف الآخر من العجين ملعق صغيرة تلو الأخرى وندلك براحة اليد حتى يصبح لونها متجانس نصنع العجين بشكل كرة ونغلفها بورق نايلون غذائي ونضعها في البرات لمدة 20 دقيقة نخرج عجينة الكاكاو من البرات ونمدها بالشوبك لتصبح بنفس سماكة قالب الكوكيز الذي على شكل قلب نقطع العجينة باستخدام القالب حتى تمتهي كمية العجينة نجمع قطع القلوب مع بعضها حتى نشكل صفين عبر الضغط بلطف لتلتسق ننقل الصفوف إلى صينية فرن مبطنة بورق فرن ونضعها في البرات لمدة 20 دقيقة على الأقل نخرج العجين السادة من البرات ونمده بالشوبك ليصبح بشكل مستطيل بنفس طول صف القلوب نقطع بعض الشرائط من جوانب العجين ونبدأ بتغطية طرف من القلوب بطبقة كاملة من العجين السادة حين يتغطى صف القلوب الكامل نضعه على مستطيل العجين المتبقي ونغطيه بالكامل ثم نتخلص من زوائد العجين نبرم أسطوانة العجين على سطح العمل باللطف حتى تأخذ شكلا مدورا ثم نضعها في البرات لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل التقطيع نقطع العجين إلى شرائح بسمكة 1 سنتيمتر وننقلها إلى صينية فرن بوطنة بورق فرن نخبز الكوكيز في الفرن المسخن مسبقا للدرجة 180 مئوية لمدة 10 دقائق إلى 12 دقيقة لمزيدا من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com ترجمة نانسي قنقر